وكأن جبال اليمن وتضاريسه الوعرة لا تريد لهذه الحرب أن تنتهي فكلما تقدمت قوات الحكومة الشرعية في مكان استغلت ميليشيا الحوثي نقطة ضعف في مكان آخر فأغارت عليه وهجرت أهله محافظة مائرب تشهد تصعيدا منذ عدة شهور بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف العربي وميليشيا الحوثي التي تشن حرب عصابات تسبقها بقصف المناطق السكنية بصواريخها الإيرانية مصدر محلي يمنيق لأن ميليشيا الحوثي احتشدت في منطقة شقير قبل اقتحامها بعدد كبير من المدرعات العسكرية والعربات القتالية ومن ثم هاجمت المنطقة وقتلت عددا من المدنيين بينما شهدت المنطقة فرار المواطنين دون وجهة واضحة لكن التطور العسكري الأخطر هو إعلان المتحدث باسم الميليشيات الحوثية يحيى سريع أنهم أكملوا السيطرة على كامل محافظة البيضاء بعد انتزاع مديريتي الصومة ومسورة من يد قوات الشرعية وفي جبهة أخرى وعلى الطرف النقيض تمكن الجيش اليمني بحسب مصدر عسكري فيه من طرد الحوثيين من عدة مناطق بمحافظتي شبوة ومأرب بعد معارك عنيفة تسببت بخسائر كبيرة من الطرفين الحراك العسكري المكثف في محافظات الاشتباك المسلح يرتبط من قريب أو بعيد بما يجري في العاصمة العمانية مسقط من مباحثات سياسية برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ فتعزيز الموقف العسكري يمكن أن يكون داعما لشروط التفاوض فالحوثيون رفعوا من سقف مطالبهم بعد مكاسبهم العسكرية الأخيرة فهم لن يقبلوا بأي تسوية ما لم يتم التوافق على شروط تراها الحكومة اليمنية مجحفة وتمهد لعملية تقسيم وحدة اليمن ويرى مراقبون أن الشروط الحوثية للتسوية السياسية لا ترتبط بالوضع الداخلي اليمني وإنما تخدم المشروع الإيراني المعادل للأمن القومي لدول المنطقة العربية اشتركوا في القناة